كحال بقية محافظات العراق تعاني البصرة من انهيار شبه كامل للخدمات والبنى التحتية فيها حتى يائس سكانها من أي أمل بالنهوض بها وانتشالها من واقعها المزري والله حالياً الأوضاع تعباني لا شغل لا حركة بالسوق ضعفت من وراء صعود الدولار لا خدمات لا مقرناص لا مجاري نظيفة يعني الوضعية يرثى إليه يعني وضعية تعباني البصرة من أسوأ لأسوأ يعني المفروض هنا توقف أكثر من كابسة ثابتة يعني لا ينزل الوساخة بالسوق هاي شي ويكون مراقبة يعني يكون مراقبة من داخل القسم القسم البلدي المحافظة جهات أمنية أخرى سكان البصرة أكدوا أن الجهد الخدمي غائب في المحافظة ولا سيما عن منطقة السوق القديم التي تنتشر فيها المستنقعات والنفايات الخدمات هنا تعبانة يعني مذاكي يعني الاهتمام يعني شوف هاي يعني شوف هاي يعني يبوني الأنقاب هنا نص السوق خدمات البصرة الغديمة يعني من دون البصرة لا خدمات لا شي المنطقة مهجورة مجار ماكو 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 ماي ماكو الطالة بطالة الطرق مسددة كلها البصرة القديمة حالة يرسلها يرسلها يعني مستنقعات مياه هاي حشاك الدكرة من النفايات يعني النفايات شيني هاي يعني ما صايرة ماكوشي ماكوشي دولة بهذه الشهادات تبقى البصرة شاهدة على فشل حكومي في إدارة موارد محافظة تعد الأغنى في العراق إلا أن مظاهر الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية لسكانها هي المشاهد السائدة لمحافظة باتت رهينة الفساد الحكومي وسطوة الميليشيات